السلام عليكم الحال حيكون سخون ان شاء الله على الشمال والجنوب وهذا مع بداية الأسبوع ويبقى دايما حار على كامل ولاية بلدنا وهذا إلى غاية نهاية الأسبوع الجريب يا حول الله روحوا وشوفوا التفاصيل كيف حيكون الحال ان شاء الله النهار لحد نبدأ بصورة القمر الاصطناعي الحال حيكون صافي كما نشوفه على كامل المناطق الشمالية وحتى المناطق الجنوبية رح تكون كاين بعض الغيوم تخص منطقة تيندو في حركة الرياح ان شاء الله النهار لحد الرياح رح تكون من شرقية إلى الشمالية الشرقية وهذا على كامل المناطق الشمالية تلحق سرعة الرياح 40 كم في الساعة وبالجنوب الجزائر الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية وهذا على كامل المناطق الجنوبية وتقدر تلحق حتى 50 كم في الساعة روحوا نشوفوا الحال كيف حيكون ان شاء الله مع صباحة الأحد كما نلاحظه في الصورة حتكون أقول حالك صافي ان شاء الله تكون كاينة شميسة بعض الغيوم الخفيفة ان شاء الله ستخص كامل المناطق الشمالية وحتى المناطق الجنوبية للبلاد روحوا نشوفوا درجات الحال ان شاء الله اللي نسجلوها لصباحة الأحد رح تلحق حوالي 18 درجة بمدينة باريكا وبيتنا 14 بكل من مدينة قسنطينا برج باريج منصورة حتى منطقة الصيف وصول إلى غاية عندفلة لمدية تيزي وزو كذلك نفس المقياس سجلوها بمنطقة البيض 12 درجة برج الفاتيارة نفس المقياس نسجلوها بمستغان 16 درجة بوهران 15 بجزار عاصمة بومردسو تيبازا 17 درجة قول بستيكدا حتى بمدينة عنابة 18 بكل من مدينة بشار تاغيت بالبلة القناتسا سجلوه 17 درجة بيتندو بستة وعشرين بأداتي من مونرقا وصول إلى غاية منطقة عين صلاح 22 بغردية 20 درجة بمدينة تورقل وحسن مسعود 24 درجة سجلوها بمدينة الوادي 20 درجة سجلوها بمدينة 8.30 درجة بمنطقة عين كزام وبرج بجي مختار رح نشوف الحال كيف سيكون إن شاء الله لظاهرة الأحد وبداية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة للجميع ستكون الحال يبقى دايما الحال شباب يبقى دايما الشميسة تميز كامل المناطق الشمالي للبلاد بعض الغيوم إن شاء الله مع الظاهرة مع الحشية كامل رح تخص المرتفعات الداخلية الغربية الوسطى وحتى المرتفعات الداخلية الشرقية وهذه الغيوم ستكون دون فعالية يعني مش حتمد أنطار بين جنوب الجزائري كمانا نشوفه في الصورة الحال يبقى دايما شوية مغيم خاصة على الخط الرابط بين مدينة غردايا بشار تاب البلاد تاغيت كذلك على منطقة تيندوف ووصول إلى غاية منطقة أدا تيمون ورقال ويكون الحال شوية صافي على باقي المناطق الجنوبية وزوابع رملية رح تبقى دايما إن شاء الله تنشط على الخط الرابط بين مدينة غردايا ووصول إلى غاية ورقال الواد حتى على منطقة بشار كذلك على منطقة تيندوف ووصول إلى غاية منطقة أدرار عين الصالح كذلك على تاب البالا ومنطقة تاغيت وارغان نروح نشوف درجة الحرارة القصوى نسجلوها إن شاء الله لظاهرة الأحد الحق 24 درجة وهذا من وهران ووصول إلى غاية الجزائر العاصمة 26 بعنبا 27 سجلوها بالمدية تيزيوزو نفس المقياس باقسنطينة وبرج بوريش 32 درجة ببريكة وبتنة 31 درجة بمدينة الغواط 26 درجة بكل من جل فتير تنعامة مشرية ووصول إلى غاية منطقة ألبي 34 درجة نسجلوها ببشار تاغيت تاب البالا نفس المقياس بمدينة المنيعة وغردية 39 درجة بورقلان نفس المقياس بحاسم السعود 36 درجة بمدينة الوادي 33 بمدينة التين دوف 40 درجة بمطقة أدرا تيميمون ريجان وصول إلى غاية 43 درجة بعنصالح وأعلى مقياس 44 درجة راح نسجلوه بعنقزام وبرج بجي مختار نروح نشوفه الحال إن شاء الله حالة البحر اليوم الأحد بحول الله البحر حيكون شوية مهول على طول الشريط الساحلي اتجاه الرياح راح تكون من الشرقية إلى شمالية الشرقية على السواحل الغربية والوسطى وتكون من الشمالية إلى شمالية غربية على السواحل الشرقية سرعة الرياح من 20 حتى 40 كم في الساعة وهذا على طول الشريط الساحلي بنسبة لعرض البحر ومشوفه اتجاه الموجة راح تكون إن شاء الله غربية على السواحل الغربية والوسطى وتكون من غربية إلى شمالية غربية على السواحي الأشرقية رؤية متوسطة وعلو الأمواج متعدى 10 متر واحد بحول الله قبل أن نختم نشرتنا نروح ونشوف الحال كيف حيكون إن شاء الله بمدينة قالمة وهذا من نهار الحد حتى نهار 3 إن شاء الله الحال حيكون الشباب تكون كينا شميسة إن شاء الله تمييزها ودرجة الحرارة ما بين 7 درجة حتى 12 درجة مع صبحها وما بين 21 حتى 24 درجة في الظاهرة ورياح تكون ضعيفة متعدى 30 كم في الساعة نختم نشرتنا نهار اليوم بشرق وغروب الشمس وهذا نهار الحد وليخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن هكذا نكونوا لحقنا لختم نشرتنا لقدمنا لكم الأول قناة إخبارية في الجزائر دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم